أسعد الله أوقاتكم إن لكل إنسان دلالات معينة في شخصيته وشكله ومظهره وحتى في طريقة تفكيره وأسلوبه في الحديث ولكن يجب أن لا نغفل أن اسم الإنسان المسمى به والحروف في اسمه لها دلالات كبيرة ومؤثرة على شخصيته ويجب أن يكون في الحسبان أن الحرف يعتبر بهذه الصفات والمدلولات بحسب ترتيبه بالاسم وبحسب تاريخ الميلاد وحسب الحروف التي بعده أو قبله فكل منها لها وتأثيره الخاص عليه لأن كل شخص يختلف عن الآخر وهذه الصفات ليست إلا صفات مشتركة سأتحدث عن تحليل حرف السين حرف السين طبيعته هوائية كوكبه الشمس صاحب حرف السين إنسان حساس للغاية يشعر أنه جاء إلى الأرض خطأ وأن مكانه كوكب آخر يكون أكثر سلاما وهدوءا يميل أصحاب حرف السين إلى الهدوء إلى حد ما أو بشكل أصح يميلون إلى التطرف حيث نجدهم إما هادئون جدا أو ساخبون جدا ومجنونون بالمعنى اللطيف لكلمة ولكن في كلتا الحالتين سنجدهم اجتماعيون وودودون ربما يحاولون بذلك إيجاد أنفسهم ومكانتهم بين المشترع المحيط بهم صاحب حرف السين على الأغلب يكون صاحب موهبة فنية فهو إنسان عاطفي وينسجم مع اللامعقولية وهو صاحب خيال واسع ويحاول التطلع على العالم من حوله لاكتشافه أكثر صاحب فضول ويحاول دائما الظهور كشخص متحرر من القيود ومتفتح ولكن لنقل أنه في قرارة نفسه متمسك بعاداته وقيمه ومبادئه مهما أبدأ عكس ذلك فهو يتمتع باستقلالية ويحب الموسيقى الراقية ويمتاز بالذوق الرفيع ولكنه محب للتملك بعض الشيء عليك التعامل معه بحذر فهو برغم أنه اجتماعي إلا أنه لا يحب أن يقتحم أحد خصوصيته ولا يتدخل بأموره الشخصية بشكل سريع فهو لا يأمن لأحد إلا بعد فترة طويلة فلا تحاول أن تعرف ما في حياته الخاصة مبكرا المميزات النظام العطاء الموهبة الطيبة والثقافة العيوب الحساسية الزائدة الغيرة الفضول سرعة الغضب القدرات الخاصة الموهبة الفطرية بالفراسة وحب المارثة سيجعله دائما يبدو مثقفا لاتسام داركه ولكن صاحب حرف السين يختم بنفسه في بعض الأحيان وقد يتهم بالفسفة الزائدة لمباهاته بنفسه وبكثرة معرفته وقراءاته بالنسبة لعلوم الطاقة طاقة هذا الحرف تكمن في البخور الجاوي من حيث اجتمامه واستنشاقه في أيام الجمعة على وجه الخصوص فسيعيد شحن الطاقة عند صاحب هذا الحرف وأيضا مع اجتماعه مع حجر العقيق إذا وضع في الأصبع البنصر فسيعطي طاقة إيجابية هائلة ويدعم الهالة الأمراض التي قد يتعرض لها لا سمح الله غاذبا الصدع النصفي والكلا وأمراض الصدر الأكل الذي ينصح به اللحوم الحمراء السبانخ اليقطين السكريات الأكل الذي لا ينصح به الثوم الكبد الباذنجان أيام السعد بتاريخ الخامس التاسع الرابع عشر الثالث والعشرون والسابع والعشرون أيام النحس اليوم الثاني والرابع والثالث عشر والتاسع والعشرون الألوان الإيجابية اللون الأحمر الأزرق البرتقالي أما الألوان السلبية اللون الأصفر الرمادي الأخضر الغامق إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على الزر الأعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصدكم كل ما هو جديد شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة